بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اليوم سنتكلم عن حقوق الزوجة أو حقوق الزوج على زوجته ثم حقوق الزوجة على زوجها وهذا ليس تقديم من باب تقديم الزوجة على الزوجة لا أبدا ولكن أمر طبيعي الزوج والزوجة كل منهما له على الآخر حقوق متساوية لأن القاعدة العامة في القرآن الكريم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي لهن من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات تجاه الزوج بالمعروف يعني شيء يلابس ما عرف في المجتمع وما عرف في الفطرة الإنسانية وما عرف من الحقوق المطلقة التي لا خلاف فيها إذن حقوق الزوج على زوجتي أنا طبعا أنا حقيقة لا أحب كلمة حقوق هذا العنوان موجود يمكن على اليوتيوب عشرة آلاف درس حقوق الزوجة على زوجة حقوق الزوجة على زوجتي يعني أمر منتشر جدا كلمة حقوق أنا حقيقة يعني هي حق ولكن لا يعني أتمنى أن تستبدل بكلمة غير هذه الكلمة لأن الحياة الزوجية ليست يعني حياة هذا لك وهذا لي ليس كالشريكين في التجارة الشريك وشريكه الآخر قل أنا هذه حدودي وأنت هذه حدودك أنت لك كذا وأنا لكذا هذا ليس في الحياة الزوجية أبدا حياة الزوجية سكن هدوء توافق محبة حياة يعيش معها عمر كامل ربما أربعين سنة خمسين سنة ستين سنة ربما أحيانا أنتصل الصحبة بين الرجل وزوجته هذا أمر يعني كيف أنا والله هذه الحياة خمسين ستين سنة هذا لك هذا لي هذا لك هذا حقي هذه الحياة حياة متوترة حياة تعبانة نعم الزوج يجب أن يدرس ماذا أوجب عليه الشرع وماذا له أيضا عند زوجته من حقوق وهي أيضا يجب أن تدرس ولكن التنفيذ على الأرض ليس بطريقة الحزم والشدة ووضع الخطوط وخطوط حمراء وكأنه نحن حرب بين دولتين أو بين لا 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 أبدا الحياة الزوجية غير كل ذلك بمعنى آخر يعني الزوج مثلا عرف حقوقه على زوجته وهي عرفت حقوقها على زوجها فوجد تقصير يحاول بطريقة لطيفة ما زبطه ممكن يتنازل لا تصل الأمور للخلاف الكبير هي أيضا نفس الموضوع يعني ويجب أن يتنازل عن كثير من حقوقه ويجب أن تتنازل عن كثير من حقوقه هذا لا بد منه إذا أراد الزوج والزوجة أن يبقيا في حياة رغيدة سعيدة فيها السكن وفيها الهدوء لا بد أبدا أن يتنازل كل طرف عن بعض حقوقه تماما لماذا؟ لأن هذا الأمر يعني حياة كما قلت لكم حياة طويلة يعني أحيانا يكون في مشقة يعني في مسألة التزام الزوج بكل حقوق زوجته والتزام الزوجة بكل حقوق زوجها ولكن كل منهما يجب أن يبزل ما استطاعة لأداء ما عليه وهي تبزل ما استطاعت لأداء ما عليها فمن حقوق الزوج على زوجته مسألة هي قبولها قبولها انتبهوا قبولها إدارته للمؤسسة الأسرية طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ طبعا هذا الأمر نحن نعلم أن الرجل حينما يتزوج يؤسس أسرة صغيرة هذه الأسرة ما هي أمر يعني بسيط يعني ما هو أمر بسيط فتحوا بيت صار فيه بيت صار عندهم استقلالية بالقرار صار فيه عندهم استقلالية بكل شيء الأهل صاروا من زمن ماضي الآن أنا أبني أسرة هذه المؤسسة ولو كانت صغيرة شخصين وسيأتي السالس والرابع الأولاد تباعا مع ذلك هذه الأسرة يجب أن يكون لها مدير لا يعني هذا المدير أنه مستبد في كل شيء يعني مثل مدير المدرسة قرارات مدير المعمل مدير الشركة الوزير بيطلع قرار بيوقع وما أحد بيراجعه لا لا ليست هذا المراد المراد أنه بالنهاية الرجل يعني بيكون دائما الرجل الحكيم انتبهوا على عكس ثقافتنا القديمة الرجل الحكيم اللي بيعطي زوجته حرية إبداء الرأي يعني مثلا بيقول له أنا شو رأيك بننتقل من هالبيت لبيت تاني بننتقل من هذا المنطقة لمنطقة أخرى مثلا يعني فما فورا بيعرضوا عليه بيت بيقول له خلص أنا لقيت بيت حلو بننتقل عليه بدون ما يسأل بدون ما يا الله ضبي الغراض خلينا نمشي هذا الكلام يعني هذا يولد إشكالات كثيرة كان البيت مرتاحة فيه طب خود رأيها شو مشاكلك انت بالبيت هي يا ترى شو مشاكلها هي ليش بدأ البيت هي ليش ما قد يتوافقان وقد يختلفان المهم الرجل الحكيم مع زوجته اللي بيعطيها دائما فسحة في إبداء الرأي وقد تدله على أشياء مهمة دان إنسان النبي عليه الصلاة والسلام في صلح العديبية لما وقع الصلح الصحابة يعني صار معهم صدمة لأنه وعدهم أن يحجوا يعني يعتمروا ما ما اعتمروا فصار معهم صدمة يعني ما مستوعبين اللي حصل فقال تحللوا محدا ما أحد سمع وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى أم سلمة وهو يعني غضبان يقول هلك الناس أمرتهم فلم يطيعوني شو صاير بالعالم قالت يا رسول الله دوم مصدومين شوفوا المرأة الحكيمة كانت متقدمة في السن لذلك النبي تزوج عليه الصلاة والسلام الناس مصدومين الناس ما عم يتحملوا يعني طبعا أكيد تكلمت معه كلام أكثر بكثير من الموجود في النص الحديثي أكيد يعني كلمتين وانتهى الموضوع أكيد تكلمت معه كلام فقال كهو يا رسول الله لو خرجت فدعوت الحلاق خليه يحلق لك يعني يتحلل أمام الناس حتى تفك الصدمة تابعهم كأنه دارسي علم نفس رضي الله عنها كأنه دارسي علم نفس وبأوسع الأختصاصات قالت يا رسول الله لو خرجت فتحللت عمليا مشان تفك الصدمة طبعا ما قالت له صدمة وهذه مصطلحات جديدة لكن هذا مرادها فخرج فحلق تقاتل الناس على شعراته وتحللوا وانتهت حلت قضية فالمرأة قد يقول قائل يا أخي زوجتي ام سلمة وين ام سلمة وين زوجتي قد تكون زوجتك عندها زكاء أكثر من أم سلمة ماذا يعني ما المانع من ذلك أم سلمة رضي الله عنها هم المؤمنين لكن يعني هي أزكى امرأة في العالم لا قد تكون زوجتك أزكى من أم سلمة وعندها رؤية وبصيرة ونظر إلى بعيد أكثر من أم سلمة مثلا هذه الأمر طبيعي فأنت عليك إذن أن تستشير زوجتك هذا أمر بتعطيها لما تجد الزوجة زوجها مهتم في هذا الاهتمام وعطيها رأيي بتحبه أكثر بتحترمه أكثر صدقوني أما العادي شو يقولوا النسوان ما بينعطوش لازم تجيهم من فوق بالأمر وبس هيك هذا يعني أمر غريب يعني أنت تريد أن توتر الحياة الزوجية لو قبلت الزوجة على مضت لو قبلت وهي تحت الضغط ولكن هي أنت تملأ قلبها شيئا فشيئا من الكرهكة هذا سينفجر فيه من الأيام لذلك تحبب إليها ولا تتبغض إليها فعطيها لكن بالنهاية إذا يعني ما اقتنع برأيها وشاف رأيها بعيد هو شايف رأي القرار النهائي للرجل هذا معنى إدارة المؤسسة الزوجية هذا هو المعنى بيستشير بكل شيء وأمرهم شورى بينهم ولكن القرار النهائي بعد ما ينظر للمسألة ويسمع رأي زوجته وكذا القرار النهائي له فيجب الزوجة أن تقبل هذا من حق الزوج أن يكون هو القائد لما الزوج هو بيقرر الزوج قرر القرار كذا هو يتحمل مسؤوليته هذا أمر وهم بنفسل الزوجة الزوجة رفعت المسؤولية عنها صار الزوج هون بتحمل مسؤولية هذا القرار فلذلك هذا القرار يعني لا يفرح الرجل أنه أنا إلي القرار أنت عم تحمل مسؤولية القرار فإذا فشلت يمكن الزوجة طالبك بأشياء والحق معها تضررت منها بسبب هذا الفعل أو هذا القرار الذي تخذته في ذلك المسألة ما هي إذا هنا يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ما هي هذه الدرجة الرجال قوامون يعني قائم شو يعني قائم الحي القيوم نفس الكلمة نفس المفرد اللغوية الحي القيوم ماذا القيوم الذي هو قائم على كل ذرة من مخلوقاته إيجادا وإعداما وتدبيرا فالرجل قائم قوام على بيته على النساء بيته على أسرته ماذا يعني قوام يعني هو المسؤول عن الرزق وعن يعني عن كل شيء في البيت وعن إدارة البيت وعن كذا مسؤول ثم قال عطف عليها وبما فضل الرجال وقوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ممكن أن تكون عطف الخاص على العام ممكن يعني هو الرزق هو الكتلة الأساسية في القوامة ممكن وممكن أيضا أن تكون مسألة أخرى يعني القوامة هي الإدارة والرزق أو الانفاق هذا يعطيك ما أنت أنت اللي عم تجيب المال فأنت أولى أنك تدير البيت ليس استبدادا يعني لا نفهم هذه المسألة كما الغرب يصورها في موضوع المسلمين لا انتبهوا ليس هذا مسألة استبداد وإنما إدارة وتنظيم بالعكس هذا أمر يعني في الشريع الإسلامي هذا أمر حضاري جدا الحضارية هنا أننا ننظم شؤون الأسرة هذا مدير هو القرارات له هي مديرة المنزل من الداخل يعني كمان الرجل ما بيصير يتدخل ليش حطيتي هذه الصورة هون ليش حطيتي هذا ليش هذا ما لك علاقة أنت أنت ليش ما غسلتي اليوم ما دخلك هي الإدارة الداخلية للزوجة إدارة العامة إدارة العامة ليه للزوج أما الإدارة التفصيلية ضمن البيت هذا للزوجة كلها مسؤوليات الزوجة أبدا ولا ينبغي للرجل أن يتدخل فيها كتير أنا رجال بشوف طلاق حصل طلاق يعني مرة تخيلوا معلش لو كانت المسألة غريبة جدا حصلت مرحة يعني حالة طلاق بعد زواج ثلاثين سنة أولادهم شباب ليش اختلفوا على إيش مش وامل إدمة اللي جماعة أبو الشهابو وقفوا أمام القاضي قصة حقيقية أنا أعرفوهم تماما وقفوا أمام القاضي قالوا ليش دق طلقا قالوا ما بتسمع الكلمة قالوا ليش ماسمع الكلمة شو ما سمعت كلمتك شو ساويت قال لي جبت الله نعنع نعنع قلت له بتيبسيهم على أمهم يعني بتيبسي القضيب النعنع مثل ما هو بعدين بتفرطي إلا خالفت رأيي وأطفت النعنعات ويبستهم ومأطوفي والله وحصل الطلاق والقاضي حيحاكي حاله بس ما رأي على رأسه كتير من هذه مشان نعنع طلق زوجته بعد ثلاثين سنة شو دخلك بالنعنع شو دخلك بهالقضايا ما لك علاقة كما أنها لا تتدخل في عملك إلا أنا بدي غير شغلي خد رأيها معلش بس القرار إليك أنا بدي غير وظيفتي أنا بدي غير البيت هذا القرار العام إليك لكن النعنع شو إليك علاقة فيه هذا قرارها ما قرارك تماما فهذه الأمور يعني كل إنسان في المؤسسة الإسلامية كل إنسان له وظيفة هي مسألة حضارية جدا بينما في الغرب ما في كل رجال لحال مرأة لحال كل واحد له قراراته وتتعارض القرارات وتختلف وبتركوا بيجوا بيفوتوا بيطلعوا فوضى الأسرة في المجتمع الغربي فوضى بكل معنى الكلمة ليس الجميع طبعا هناك أسر محترمة وأسر منضبطة وأسر منتظمة يعني لا نصور أيضا الغرب كل شيء فيه سيء لكن الغالب هكذا يعني يحصل أما في المجتمع الإسلامي لا هناك تنظيم دقيق جدا الزوج له مهام المرأة لها مهام وبما أنفق من أموالهم فما دام الرجل هو المنفق هو الذي يقود هذا المركب هذه الأسرة أو هذه المؤسسة هذا أمر مهم جدا قد يقول قائل يا أخي إذا كانت الزوجة هي اللي بتنفق على البيت والله أنا أقول يعني مع الأسف إذا كانت الزوجة هي التي تنفق على زوجها فقد أكثر من خمسين بالمئة من قوامته عليها صار إلى كلمة عليه طبعا طبعا لأنه عم تتعب وعم تشتغل وعم تجيب أموال وعم تكسيه والطعميه وتدفع أجرة البيت وهذا الرجل إذا كان يعني له وضع خاص مسألة أخرى ولكن إذا كان كسلان والله هذا الموت وبطنه الأرض خير له خير له من ظهرها وكثير خيرا اللي حاملته إذا كان موضوع كسل كان موضوع كسل إذا كان موضوع أمر مرض أو شيء وكذا هذا يعني أمر آخر فالمرأة إذا أنفقت تأخذ القوامة شيء طبيعي نصف القوامة تأخذ نصف القوامة مسألة أخرى في القوامة لماذا أعطيناها للرجل حقيقة خلينا نكون واقعيين قلت لكم الإسلام دين واقعي خلينا نكون واقعيين الواقعيين هل الرجل أكثر خبرة في الحياة أم المرأة حتى لو المرأة بتشتغل حتى لو موظفة لكن هل الرجل أكثر خبرة في الحياة أم المرأة طبعا الرجل الرجل أكثر خبرة من المرأة في الحياة وأكثر تعاركا مع الحياة وأكثر يعني فهما للحياة من المرأة ليس تحقيرا للمرأة لكن هذا بسبب الخبرة الحاصلة له من تواجه والتصادم مع الحياة منذ الطفولة إلى الزواج وإلى ما بعد الزواج ذلك الزوج أكثر دراية بأمور الحياة لذلك هو الأولى أن يقود هذه الأسرة بشكل عام وضمن البيت المرأة هي صاحبة الخبرة وليس الرجل فهي الأولى أن تقود داخل البيت هذا أظن المسألة توضحت الآن يعني أظن مسألة القوامة إذن هي القوامة ليست مكانة وشرف القوامة تكليف تكليف ومسؤولية القوامة نكلف الرجل ومسؤولية الرجل ليس أكثر من ذلك بينما يظن الناس أن القوامة شرف أنه أنا إلي القوامة الرجال هيك بيظنوا ودائما الرجال حاملين كلمة لازم زوجتي تسمع كلمتي ما عم تسمع كلمتي لازم تسمع كلمتي وهي ما بيتكلم يعني كأنه كلمتك مين أنت حضرتك يعني عم تتكلم كلام صحيح لنسمعه يعني في رجال في رجال هناك يعني مع الأسف بيتدخلوا بكل شيء وبدوا زوجته تس يعني هذا مع الأسف هذا هذا من سوء التربية في مجتمعاتنا واستجرار ثقافتنا القديمة في ثقافة الحارات وأبو شهاب هذه ليست ثقافة صحيحة هذه ليست ثقافة صحيحة كانوا آبائنا هكذا كانوا عايشين كانوا بهالحال ومشي حالهم وراحوا إلى رحمة الله لا نريد أن ننقدهم ولكن أن نأتي بثقافتهم إلى مجتمع مغاير ووضع مغاير ونساء مغايرات هذا يعني من العبسية في التفكير فإذن هذا هو المعنى طبعا نحن نعلم أن العرب قبل الإسلام كانوا يحتقرون المرأة تماما كانوا يعتبرونها كأساس المنزل وتورس إذا زوجة أبو بيرثوها بيأخذها الأبن الكبير زوجة يعني زوجة أبو يعني عاداتهم كانت هكذا كان المرأة ما لأي قيمة لذلك كان رجل عنده 30 و40 و50 امرأة ويمكن بالعمر كله ما ينام معها ليلي هذا يعني كانوا كالأغنام حتى مع الأسف يعني عند العرب في لغة العرب المرأة يطلق عليها نعجة مع الأسف يعني في قواميس العرب ثقافة العرب المرأة يطلق عليها نعجة من أسماء المرأة نعجة يعني هذا الأمر لماذا هاهذه ثقافة العرب نحن لا نستطيع الآن أن نغير ثقافة العرب ولكن أتى القرآن ليهزب هذه الثقافة ويرتقي بها فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي يقول النساء شقائق الرجال مرأة مثل الرجل مساواء كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي ولهن مثل الذي عليه النبي المعروف وكان ينزل الوحي وينزل الوحي لها أنت لك الطلاقية لها المخالعة تساوي في كل شيء وينهاهم عن ضرب النساء كانوا يضربون النساء ينهاهم عن ضرب النساء هذه التربية كانت شيئا فشيئا ما فهم الفقهاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخلص المجتمع شيئا فشيئا فهموا أن كل ما حصل مع الصحابة هو من السنن فالصحابة في فلان ضرب زوجته يا أخي هذا الصحابة ضرب زوجته أنا بضربه كيف لا أدري ماذا أقول والله أمر عجيب يعني والنبي عليه الصلاة والسلام قال كيف بمعنى الحديث يضربها في النهار وينام معها في الليل بأي عين أنت إلك أنت هذا صار سلوك حيواني ليس سلوك إنساني فالحالة الجنسية هي حالة حب وحالة سرور ليست حالة حيوانية كما عندها كثير جدا من الرجال فإذا المرأة كانت محتقرة جدا فأتى الإسلام ليرفع من قدرها فنحن يجب أن نفقه القرآن بأن الإسلام والقرآن يقولون بإعطاء المرأة مكانتها الفطرية والطبيعية وأنها لها مثل الذي عليها وعليها مثل الذي لها هذا الذي يجب أن نفهمه وننزل هذه القواعد في زمانيا ومجتمعاتنا لا نعود إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم النبي كان عليه الصلاة والسلام كان يعالجهم يفعل كذا يقول له لا تفعل افعل لا تفعل يعبس بوجهه يضحك بوجهه هذا كله تربية يعني هم في حالة نقص والنبي يربيهم شيئا فشيئا نحن نأتي إلى حالة النقص نعتبرها عمل الصحابة نعتبرها من أصول الفقه كمان مصادر أصول الفقه الفرعية أمر أمر والله أمر غريب وعجيب لا هم لا يصلحون أنا أقول بكل صراحة وليفهم من شاء ما شاء من هذه الكلمة الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم الاجتماعية بين دائرة في حياتهم الاجتماعية لا يصلحون أن يكونوا لنا قدوة نحن في زماننا لماذا لاختلاف الزمان واختلاف النفوس واختلاف المجتمع واختلاف الثقافة هم في ثقافة المكة نحن في ثقافة الشام نحن في ثقافة العراق نحن في ثقافة مصر كل مختلف فأرجوكم لا تخلطوا الأمور ببعضها البعض قدوتنا القرآن الكريم قدوتنا فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام ليست حرفيات كلامه نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين